خلينا نكلم على كابتن معتمد جمال مجلس ودارة نادي للزمالك أقر خلاص أنه كل ما له وصله بالملفات الخاصة بالبحث أو التواصل أو التعاقد مع مدراء فنيين في الفترة الحالية تم إغلاقها طيب طبعا يعني الكابتن معتمد جمال بالمستوى العمله مع الزمالك في حدود الإمكانيات الموجودة وفي حدود الظروف الموجودة هو شوية يعني ريح مجلس الإدارة في البحث عن مدير فني أنه ما يكونش فيه استعجال بالشكل اللي كان في بداية تولي المجلس الإدارة المسؤولية بعد الانتخابات خلى الناس عندها أريحية في البحث أنه ما فيش استعجال أنه ماعتمد ماشي بشكل كويس جدا وهو طبعا من أبناء النادي فبالتالي ما فيش استعجال في الوقت الحالي الزمالك عنده أولويات محددها أول هذه الأولويات مستحقات اللعيبة اللي بتلعب وبقالها كتير جدا ما خدتش المستحقات بتاعتها فبالتالي المجلس عايز يوفر أكبر جزء ممكن من المستحقات علشان اللعيبة تقدر تأدي وتقدر المجلس نفسه يقدر يحاسب اللعيبة أو الجهاز الفني يحاسب اللعيبة رقم 2 وده الأهم كمان وهو رفع الحظر عن القيد في نادي الزمالك ويتم رفع الحظر وحل أزمة القيد في نادي الزمالك في انفراجة؟ هل شايفنا ممكن تكون في انفراجة بين نادي الشبونة؟ الموضوع صعب للغاية لكن هل مديونية وصلت لكام دلوقتي؟ لا هو المطلوب سداده 2 مليون دولار المطلوب سداده في مشكلة أزمة القيد سواء اللي شبونة أو خالد بطيب 2 مليون دولار الزمالك ده أصل المبلغ أو المبلغ بالفوائد؟ لا ده المبلغ بالفوائد 2 مليون دولار للطرفين بالضبط لكن القصة أنه الزمالك مش عايز يدفع مرة واحدة عايز يقصط علشان يكون عنده سيولا أنه يدخل في ملفات تانية إذا كانت تحقدات أو غيره لكن لو دفع مرة واحدة المبلغ مش هيكون فيه أي مجال أنه يدخل في ملفات تانية فيه تفكير أنه يعني يتم الضغط أو الموضوع غرامة كهرباء أنه ده المبلغ ده لو خده الزمالك من تسديد غرامة كهرباء هيوجه مباشرة لحل أزمة القيد يعني فيه كلام كتير في القصة دي لكن لسه ما تحركش الملف ده بتاع كهرباء لأنه طبعا لسه فيه يعني إجراءات أخرى حبله طويلة بالضبط بالضبط وأنا أعتقد أن فيه الوقت الراهن وده إحنا يعني كمن يعمل فيه العمل الرياضي يعني يجب عليه من وازع وطني بحت أنه هو يذكي الأريحية ما بين مجلس إدارة نادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك على فكرة عنينا ما هو ما نعايزين اللهم الذين يعملون فيه بقى المجال الرياضي لما يعني يزودوا الموضوع ده آه ما يبقاش فيه يعني نش على الموضوع وإحنا عانينا الفترة اللي فاتت هيكون أول لقاء هيجمع رئيس الناديين بشكل مباشر الكابتن حنود الخطيب رئيس النادي الأهلي وكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك هيكون يوم السبت إن شاء الله في الإمارات في كأس السوبر المصري أول لقاء بالضبط ده أول لقاء يجمعهم بعد انتخابات نادي الزمالك طبعا لأنه كان موجود قبل كده كابتن حسين لبيب رئيس لجنة مؤقتة لكن أول لقاء رسمي هيكون موجودين في الإمارات مباراة كاس السوبر كرة اليد الأهلي والزمالك في الإمارات يوم السبت وده هيكون أول لقاء بينهم الكلام كان على أنه طبعا يعني ربنا يشفيه مرض الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس زارة نادي الأهلي ده اللي عطل بالضبط كان مجلس زارة نادي الأهلي كان عنده النية أنه يزور نادي الزمالك بالضبط ويقدم التهنيئة لمجلس الإدارة فده أول لقاء وأعتقد أن الأمور ما بين الطرفين طيبة جدا المبادرات ما بين الطرفين والمبادرات أنه يعني التهنيئة والأهلي بعد ورد المجلس الإدارة بعد النجاح في الانتخابات ففيه فيه مبادرات طيبة نتمنى أنها تستمر إن شاء الله ونشوف تبعاتها الأمور إن شاء الله